مرحبا بكم أعزائي الطالب في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الخامس الدرس المتعلق بالقصة قصة جاد وجوني عنوان القصة اليوم رحلة الجندول قبل ما نبدأ بالدرسات ننسى الاشتراك بقناة اليوتيوب فيجي الفيسبوك والاستابقاء حسين المدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس يونت فايف ستوري تايم يونت فايف الدرس المخصص للستوري تايم القصة كالعادة الدرس الأخير من كل يونت يعتبر درس قصة وكل الوحدات نهايتها أو بقصتها تتحدث عن جاد وجوني لكن هالمرة عنوان القصة The Gondola Trip Gondola Trip معناها رحلة الجندول الجندول هو هذا القارب اللي يستخدم من قبل سكان مدينة فينيسيا الإيطالية نعرف أن مدينة فينيسيا الإيطالية هي مدينة مائية شون نحن أدمى الأهوار لكن هما مدينة مائية الأمارات موجودة أو السكان يبنون بيوتهم بنصف هذه المدينة المائية فالطريقة الوحيدة للتنقل بهذه المدينة هي هذا القارب القارب يسمى الجندول فبالبداية شي يقول لي يقول لي listen استمع read اقرأ and find out واكتشف اكتشف أجوبة هذه الأسئلة اللي منطيني إياها كالعادة يطلب من عندني أقرأ القصة أفهم مفرداتها وأجاب على هذه الأسئلة شنو هي الأسئلة يقول لي where are the boys أين هم الأولاد what happened to marcos phone ما الذي حدث لهاتف marcos where does jad go وأين ذهب جاد إذا نقرأ القطعة نوضح مفرداتها ونجاوب أو نرجع نجاوب على هذه الأسئلة اللي غالبا ما تكون أسئلة يسألها الأستاذ بطريقة شفوية بداخل الصف وكذلك أكو أسئلة مهمة من الممكن تجيني بالامتحان التحريري بالسؤال المخصص لقطع الكتاب فبالبداية يقول لي it is good to be back to Italy said paolo قال paolo من الجيد العودة إلى إيطاليا احنا ذكرنا بالدروس السابقة بالوحدات السابقة ان paolo from Italy paolo هذا الشخصية paolo من إيطاليا فهنا نشقال قال من الجيد العودة إلى إيطاليا من الجيد العودة إلى المكان اللي مولد به اذن هو مو غريب اذن عادل إيطاليا اللي هو البلد احنا متضطين ان ذول جاد وجوني قصصهم عبارة عن رحلة بين البلدان فاليوم البلد اللي متواجدين به إيطاليا now we can eat the best food in the world شي يقول يقول والآن يمكننا أن نأكل أطيب طعام في العالم we were in the bus كنا في الحافلة driving into venese تبهنانا متوجهين نحو venese قلنا venese هي مدينة venese الإيطالية northern Italy بشمال إيطاليا I can't wait to have proper مزدحمة so what do we do first I asked سألتهم قلت لهم إذن ما الذي سوف نفعله أولا go for a pizza سجل سجاد قلنا جاد متحمس ان يأكل بيزا فش قال قال أول شي نسوي نروح ناكل بيزا قال it's only half past ten in the morning Paolo laughed Paolo ضحك علي قال يمعود و نحن نسوها ساعة بالعشر ونصف الصبح فقالها بضحكة قلت شون تأكل بيزا ساعة بالعشر ونصف الصبح let's go on a tower of the city دعونا نأخذ جولة في المدينة is there a bus tower asked Aziz Aziz قال هل هناك جولة بالحافلة no there isn't سيد Paolo قال ل Paolo كلا لا يوجد هناك رحلة في الباس أو جولة في الباس venese isn't a place for buses and cars شوف هنا ناشي يقول له يقول له مدينة فينيسيا هي ليست مكان للباسات أو الحافلات والسيارات so shall we walk I asked سألت قلت للا شنو هل رح نقضيها ماشي قال لها venese is water city let's ride on gondola شوف شي يقول له قل لها مدينة فينيسيا هي مدينة مائية دعونا نأخذ جولة في القندola قلنا القندola هي الجندول اللي وضحنا صورته هذه هو صورة الجندول هي اللي يستخدم في كوسيلة للنقل في مدينة فينيسيا it is the best way to see venese said paolo قال paolo هي أفضل طريقة لرؤية فينيسيا look there is one with nobody in it يقول هم انظروا هناك جندول أو قارب ولا يوجد فيه أحد and he pointed to a beautiful little boat شوف هنا أنا شي يقول لي يقول لي وقام بالتأشير على قارب صغير جميل with a man standing at one end of it ورجل واقف على احدى جانبي أو نهاية احدى جانبي إذن قال لهم نركب بهذا القارب ما طول فارغ ما علي أحد وهذا القارب كان علي واحد يقف على نهاية احدى طرفي we all got into the gondola جميعنا ركبنا في هذا الجندول and then the man used a long stick to move us along the canal والرجل يستخدم عودا طويلا أو أسا طويلة لكي يحرك القارب على طول القناة القناة مع المياه there were a lot of other gondolas on the canal وكان هناك الكثير من هذه القوارب في القناة المائية this is amazing said marcos قال marcos هذا مذهل then he took out his phone ثم أخرج هاتفه and called his father واتصل بأبوه اش قال له قال لداد يا أبي it's me إنه أنا marcos look where I am انظر أين أنا he said then he stood up and held his phone out شوف هناك شي قولي خابر أبو وقال له انظر أين أنا ثم قام وقف and held وحمل his phone وحمل هاتفه out حمل هاتفه الأعلى sit down marcos said paulo قال paulo اجلس يا marcos but marcos stayed standing he wanted to show his dad more of the city لكن marcos قال له أقعد لكن marcos لم يجلس أراد أن يظهر لأبوها الكثير من هذه المدينة dad i am in venice قال له يا أبي أنا في مدينة venice الإيطالية it's really cool إنها حقا ممتعة we are on a little boat نحن على قارب صغير marcos looked out paulo shouted صرخ paulo انتبه انتبه يا marcos الجهنان رح يصير هنا حدث ننتبه شي يقول لي يقول لي but it was or he was too late our boat قاربنا pumped into another gondola قاربنا استدم بجندول آخر and marcos fell وسقط marcos luckily لحسن الحق jad and aziz caught him before he fell in the water لحسن الحق jad و aziz التقطوه أو أمسكو به قبل أن يسقط في الماء thanks guys he said قال شكرا لكم يا رفاق but where is my phone لكن أين هاتفي oh no we all looked and saw his phone sinking into water جميعنا نظرنا ولاحظنا أن هاتفه يغرق في الماء can we go for pizza now said jad شكرا لهم jad رجع اليه بالموضوع هو متحمس أني أكل pizza فقالهم ليش ما هسنروح بعد أن أكل pizza i think i need to go to a phone shop said marcos قال marcos أعتقد بأنني يجب أن أذهب إلى محل هواتف we got out of the gondola and looked for a pizza خرجنا من الجندول وبحثنا عن pizza أو مطعم pizza pizza restaurant but none of them had a table for five people لكن لا أحد من هذه المطاعم لديه طاولة لخمسة أشخاص ومعدهم لازم يكونوا طاولة بخمسة أشخاص there are a lot of people in venese i said قلت لهم أناش قلت لهم قلت لهم هناك الكثير من الناس في مدينة venese yes said paolo قال paolo نعم and they are all tourists وجميعهم سوا tourists معناها سوا looking for pizza وجميعهم سوا يبحثون عن البيزا we walked for half an hour سرنا لمدة نصف ساعة but we only found restaurants with tables for two people لكن دائما ما نجد مطاعم فيها طاولات لشخصين فقط I'm sorry jad said paolo قال paolo أنا آسف يا jad no pizza for us tonight لا يوجد لدينا pizza اليوم أو لن نحظى ببيزا اليوم jad أنا انتبه رأي يكمل الكلام لكن قطاع انتبه قال jad but jad had disappeared لكن jad اختفى into the crowd اختفى وسط الحشود we couldn't see him anywhere ولم نستطع رؤيته في أي مكان I took out my phone and bailed his number أخرجت مهاتفي وطلبت رقمة but there was no answer لكن لم يكن هناك إجابة then we noticed marcos has disappeared too ثم بعدها لاحظنا أنه حتى marcos اختفى we were worried كنا قلقين we looked everywhere for jad and marcos بحثنا في كل مكان عن jad وماركوس then ثم بعدها after 20 minutes بعد مرور 20 دقيقة we saw them in pizza restaurant وجدناهم أو رأيناهم في مطعم pizza hey I said what happened قلت لهم hey ما الذي حدث قال I'm sorry answer jad جاوبهم jad قالهم I answer with his mouth full of pizza وفمه ممتلئا بالبيزا I couldn't wait any longer لم أستطع أن أنتظر وقت أطول you guys got a pizza without us said paulo قال paulo أيها الأولاد هل حصلتم أو هل حضيتم ببيزا بدوننا يعني أكلتم بدون ما تقولون and I got a new phone said marcos وش قال لها marcos قال لها مو بس أخذنا بيزا أنا همين اشتريت موبايل جديد then the people at the next table stood up and left paulo and aziz and I quickly sat down شو إذن أنا يقول لي ثم بعدها الأشخاص اللي كانوا جالسين بالطاولة المجاورة وقفوا وغادروا المطعم paulo وعزيز وأنا بسرعة جلسنا في هذه الطاولة قبل أن يحجزها شخص آخر oh great said jad now you can order some pizza اش قال لهم جاد جاد اللي يحب البيزا قالهم الآن تقدرون تطلبون البيزا اش قال له او اش قلت لأني no jad I took his plate and put on our table أخذت معون ووضعته على طاولتنا paulo and aziz both picked up slices paulo وعزيز كل واحد أخذ قطعة من الفيزا now you can order some more pizza قال له السادات ريدة تطلب بيزا احنا بعد ما نطلب احنا اخذنا الفيزا خاصة بيك هذا ما يخص القصة وضحنا مفرداتها تعرفنا على الشخصيات القصة وين كانت الان نجد نجا 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 على الاسئلة المتعلقة بالقصة اللي قلناها قبل دقائق شي يقول يقول where are the boys اين هم الاولاد ذكرنا انه الاولاد في مدينة فينيسيا الايطالية فاش اقول 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 فينيس وتقدرون تكاملون توضحون تقولول بييطاليا what happens to marcos ما الذي حدث لهاتف ماركوس ذكرنا بالقطعة انه هاتف ماركوس سقط في الماء فاش اقول اقول he drops it اسقطه in into water اسقطه في الماء السؤال الثالث where does jad go اين ذهب jad ذكرنا بالقصة انه jad كان متحمس اني اكل فيزا فطول القصة حاول اني يقول هم نريد ناكل فيزا فلما نختفى ذهب ليبحث عن فيزا فاش اقول اقول to find ذهب ليبحث او ليجد فيزا ذهب ليجد او يبحث عن البيزا هذه الاسئلة يسألها الاستاذ بداخل صفقة تحضير يومي ومن الممكن ان يجي بالامتحان التحريري لكن غالبا يسألها بالسؤال الداخل الصفقة تحضير يومي اما الاسئلة التي تجيني بالامتحان هي الاسئلة الموجودة بتمرين رقم 2 هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري حاولوا سجلون هذه الحلول بالدفتر او بكتاب النشاط وتحفظوها تجيكم بالسؤال بخص الوحيد اللي كان متحمس ان يأكل البيزا فاول شيء يريد يسوي هو eat او تقدرون تقول have pizza هو ان يحظى بالبيزا why is paolo happy لماذا paolo سعيد to be back in venice ان يعود الى venice او مدينة venice ايطاليا احنا ذكرنا ان paolo ايطالي فهو سعيد للعودة الى venice لان هو سعيد بالعودة الى ايطاليا فاقول because تقدرون توضحون السبب لانه ايطالي لماذا هناك الكثير من الناس في مدينة venice الايطالية لانها مدينة سياحية اقول because it is tourist city لانها مدينة سياحية او تقول they are all tourists لانهم جميعهم سوا لماذا لا يستطيع الاصدقاء ان يأخذوا جولة بالحافلة ذكرنا انه ما يقدرون يأخذون جولة بالحافلة ولا حتى في السيارة ليش اقول because لانها لانها مدينة venice it is water city لانها مدينة مائية او تقولون because it was built in water لانها بنيت لان المدينة مدينة فيليسيا بنيت على الماء لماذا لم يسقط ماركوس في الماء قلنا انه ماركوس ما سقط بالماء لانه جاد وعزيز امسكوا به اقول جاد and عزيز كوت him امسكوا به جاد وعزيز what happened to ماركوس نفس السؤال عاد علي ما الذي حدث لهاتف ماركوس اقدر اقول على سيب مثال it fell سقط الهاتف in the water سقط في الماء بعد where do جاد and ماركوس اين ذهب جاد وماركوس قلنا جاد وماركوس ذهبوا ليحظوا ببيزا to have بيزا اولا وثانيا ماركوس كان مضيئ التليفون او التليفون ما تسقط بالماء وكذلك ليشتروا هاتف كذلك اقول to buy a new phone لكي يشتروا هاتف جديد how does جاد feel at the end of the story كيف شعر جاد في نهاية القصة ذكرنا بالقصة انه بنهايتها هو كان سعيد يعني بعض الطلاب يقول لي مثلا يقول happy ليش happy ليش كان سعيد لان لقى مطعم بيزا يأكل بي بعض الطلاب يقول لي annoyed شنو يعني يعني منزعج ليش منزعج لازم لأن الأولاد أكلوا من البيزا مالتا فأقول because على سبيل المثال because the other boys لأن الأولاد الآخرين ate from his بيزا لأن الأولاد الآخرين أكلوا من البيزا الخاصة بي هذا ما يخص تمرين رقم 2 تمرين مهم جدا مثل ما وضحنا من الممكن أن يجيني أحد هذا الجمل بالسؤال المخصص للقصص الكتاب تمرين رقم 1 يقول لي read the story and complete the information below أقرأ القصة وأكمل المعلومات التالية هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفاء ونحن متعودين من نهاية كل يونت وراء ما يمطين القصة يقول لي شنو أنوان القصة أقول لها the gondola trip رحلة أو جولة الجندول characters نفسيتهم الكاركتر اللي دائمًا يتكررون علينا جاد عزيز ماركوس إلى آخره what is it about or what is this about عم ماذا تتحدث القصة كذلك هنا نكتب ملخص بسيط للقصة هنا نقول لك هل أعجبتك القصة تقول لي إذا أعجبتك القصة تقول لي I like it وتنطي السبب إذا ما أعجبتك القصة كذلك تقول لي No I didn't like it لما تعجبنا القصة وتنطيسها وكذلك وأنه تقول لي شنو كلمات جديدة بقى غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفول هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه درس بسيط جدا متعلق بقصة جاد وجوني مثل ما تعودنا بنهاية كل يونس هالمرة بمدينة فنيسيا الإيطالية تعرفنا على الشخصيات تعرفنا على أحداث القصة جاوبنا على الأسئلة اللي يسأل هل سعب داخل الصف كتحضير يومي واللي تجين بالامتحان التحريري حاولوا سجلوا هالحلو بدافتر وتحفظوهم لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو استفسار أو وظافة تحبون أن تقدموهم تقدرون التواصل معي على حسابات المجدسة في الفيديو في الوصف